مرحبا بكم مشاهدين الكرام إذن وضعية جوبية مستقرة تبغى تخصى غلب المناطق الشمالية للوطن وكذلك المدن الجنوبية فقط على منطقة تندوف رح يكون فيها تساقط أمطار أحيانا رعدية خلال ظهيرة يوم الجمعة بحول الله إذن نبدأ نشرتنا الجوبية بصورة القمر الأسنع التي توضحنا سحب عابرة على أغلب المناطق الشمالية وكذلك على المدن الجنوبية حركة الرياح إن شاء الله لنهار غدوة رح يكون فيه برياح من ضعيفة إلى معتدل نسبيا على أغلب المناطق الشمالية متعدد سوعة الرياح 40 كم في ساعة فيما يخص السواحل الغربية إذن حالة التقس لننتظرها إن شاء الله خلال ليلة اليوم نتقبل ليلة صافية إلى قليلة السحب رح تخص أغلب السواحل الوطنية كذلك المناطق الداخلية للوطن رح يكون فيه تساقط بعض الأمطار على منطقة تندوف حتى على إليزي بعض السحب العابرة على بشار وأدرار عنقزامو بورجباجي مختار بخصوص درجات الحرارة الدنيا نمسجلها إن شاء الله خلال ليلة اليوم إذن نرح تلحق إلى حوالية الدرجات فقط كعدنا مقياس على كل من باتنا خنشلة وتبسى قسنطينة وسطيف نفس المقياس بكل من قسنطينة وسطيف بورج بورريج وأمن بواقي حتى على منطقة تعين الدفلة الجلفة والتيارة أربع درجات بالنسبة لنعمل بيض ومشريات ثمان درجات إلى تسعة درجات على السواحل الوطنية ثمان درجات بالنسبة لأدرار وعين صالح سبع درجات رح نسجلها إن شاء الله بغرداية كذلك ورقلة حسيم سعود إليزي جانيت عينامينة سرحة الحق إلى 13 درجة و16 درجة بعين قسام وبرج باجي مختار بخصوص حالة التقس لننتظرها إن شاء الله خلال الصباحة إذن الأجواء رح تكون مشمسة ومستقرة على العموم رح تشكر بعض السحب السفلة على غلب السواحل الوطنية كذلك رح يكون في ضباب خفيفة على السواحل الوسطى والمناطق القريبة منها أمطار عادية مرتقبة على منطقة تيندوف وتقس مشمسة ومستقر على باقي المدن الجنوبية درجات الحرارة الدنيا لمسجلها إن شاء الله خلال الصباحة دائما تبقى الأجواء باردة تميز أغلب المناطق الداخلية للوطن خاصة الشرقية درجة واحدة فقط كأدنى مقياس على باتنا خشلة وتبسة درجتين بالنسبة لنعمل بيد مشرية كذلك عن الدفلة الجلفة تيارة غليزان وسعيدة نفس المقياس بكل من أم البواقي وبرج بوري ريج حتى على الغواط وبسكرات 9 درجات على الجزائر العاصمة بليدة بمردس وتنس 11 درجة على عنا باجيج الواسكيدة رح تلحق إلى 12 درجة بالنسبة لي وهنا عندي موشنت ومستغانم 9 درجات رح نسجلها إن شاء الله بأدرار تيمياوين ورقين رح تلحق إلى 12 درجة على إليزي جانات وعناميناس 6 إلى 8 درجات على شمال السحراء ومنطقة الواحات وفي حدود 15 درجة بعنق الزام وبرج باجي مختار وضعية البحر إن شاء الله هلنهار غدوة إذن رح يكون بحر قليل للإستراب على أغلب السواحل الوطنية رح تلحق سرعاتريح إلى 40 كم في ساعة فيما يخص السواحل الغربية 20 كم في ساعة على باقي السواحل الوسطى وكذلك الشرقية الرؤية إن شاء الله إذن رح تكون متوسطة عنو الموجرحي الحق إلى المتر ونصف هي تجاه الموجرحي شمالي إلى شمالي شرقي على أغلب السواحل الوطنية وبهذا نختم ونشرتنا لنهار اليوم نشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمان الله